السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم طيور فوق السطح يارب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة ويارب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون نكحة ومحقاها لكم كل اللي انتو بتتمنوا ثلاث طرق خطيرة جدا في علاج ومقاومة الاجهاد الحراري والتعب اللي بيصيب الطيور في الحر اكتر حاجة شغلة كل الناس دلوقتي لان الشمس سخنت والسطوح مولع من كل الجوانب فانتا دلوقتي مش هتقدر باي شكل من الاشكال انك تحمي الطيور غير لما تهتم بالتلاث طرق اللي احنا جايين نتكلم عنهم النهاردة كلهم مهمين يا جماعة مفهومش ولا طريقة اقل اهمية من التانيين قبل اي حاجة اعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول عن طريق اشعارات مباشرة ديك من يوتيوب ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول احنا كده كده مش هنعرف نلغي الحر يا جماعة الحر موجود وده قدر وده طبيعي جدا وإحنا لازم نتعامل مع الشمس الساخنة ولازم نتعامل مع درجات الحرارة المرتفعة جدا احنا كبني ادمين بنعرف نتعامل بنستخبف البيوت بنجيب شمسية بنستحمة كتير بنلبس خفيف كل الكلام ده بيبقى معانا احنا كبني ادمين حلول نقدر نعدي بيها فصل الصيف او نعدي بيها الحر عموما سواء اللي في الربيع واواخر الربيع او في فصل الصيف انت تقدر تتعامل لكن الطائر ما عندوش القدرة انه يتعامل مع الحر زيك بل عندو مشاكل كمان تمنعه من مقاومة الحر واول مشكلة عندو قبل ما نقول لك الطرق اول مشكلة عند الطائر نفسه انه عندو ريش كتير جدا وما عندوش مسام تطلع عرق زينا احنا لما بنسكن بنطلع المية اللي جوانا فبتطلع الاملاح فبنرتاح شوية كمان ده بيبقى مريح جدا للجسم لكن بالنسبة للطائر ما عندوش الكلام ده فبيحبس جواه فيجيله اجهاد حراري ويجيله تعب يعني صعب جدا على الطائر الانسان ما بيجيلوش اجهاد حراري الانسان ممكن يجيله ضربة شمس مثلا لكن الطائر جسمه كله بيسخن من اول رجلية تحت الحد راس وفوه تمام فانت لازم تحمي الطائر ده من كل العوامل وكل المسببات اللي ممكن تخليه يصاب بالاجهاد الحراري بدرجاته لانه خلي بالكو الاجهاد الحراري ده درجات ممكن يكون خفيف جدا الطائر يستحمله وممكن يكون مش خفيف والطائر ما يقدرش يستحمله ويؤدي الى نفوق مفاجئ يعني لا قدر الله كده لو اجهاد حراري قوي وزائد عن حده هتلاقي الطائر اول ما بتطلع له كده مش هتلاقيه اصلا هتلاقيه نفق تماما لانه مش هيستحمل لجهاد الحراري اللي درجته مرتفعة جدا اول طريقة معانا واول حاجة لازم نفكر فيها وهي المية اللي بنقدمها للطيور المية اللي بنقدمها للطيور لازم تكون بردة مش سقعة من الفريزر لا تكون بردة من الحنفية عادي انا عارف ان الحنفية وقت كتير في الحر بتبقى سخنة ملهلبة والمية اللي طالع من الحنفية بتبقى سخنة جدا فلذلك انت لازم تبرد المية بشكل ما يخليهاش سقعي خليها بردة واول حاجة انك بتجيب المية وتحطها في الهوى الطلق فتاخد درجة الحرارة الطبيعية تحت مروحة في اي مكان اهم حاجة بعد كده لما بتقدم المية للطيور ما ينفعش تسيب المية في الشمس انت كده ما عملتش حاجة انت كده هتخلي لهم المية تتبخر وتغلي من الشمس لازم تكون المية اللي بتقدمها للطيور محطوطة في ضلة ويكون مكان مجهز للمية دايما ويكون مكان تراوة لان احنا عارفين انه بيبقى فيه حتة بحري وحتة قبلي حتة الشمس بتطلها وحتة الشمس ما بتطلهاش حتة الشمس بتتخزن فيها او سخونة الشمس بتتخزن فيها فتفضل حر وحتة برضو فيه السطح بتكون الشمس فيها خفيفة او مش بتقعد عندها كتير لان الشمس مش بتوصل لها انت لازم تكون قايس كل الكلام ده وواعي كويس اول السطح بتاعك علشان تخلي ايه تخلي المية دايما في مكان بارد والهوى داخل وخارج عليه علشان تفضل المية بردة والمية تتغير باستمرار ده بالنسبة للمية والشمس والضلة والكلام ده كله ندخل على تاني حاجة معانا وهي فكرة العلف العلف يا جماعة من الاكلات اللي لوحدها بترفع درجة حرارة جسم الطقر لانه مليان بعناصر غذائية كتيرة جدا احنا عارفين ان العلف بيزود انتاج البيض ليه؟ لانه فيه بروتين بنسبة كبيرة وفيه كالسيوم وفيه موسفوسفور وفيه نحاس وفيه عناصر كتيرة بتدخل جسم الطقر بتدخل في كل وظائف الطقر وظائف الانتاج والخصوبة وكل حاجة والعضم والمعدة والهضم وكل حاجة في جسم الطقر بتتأثر بالعلف اول ما الطقر يأكل العلف درجة حرارته بترتفع تلقائيا فانت لازم تاخد بالك ان العلف ده يتقدم صباحا بس ما يتقدمش في اي وقت تاني حتى بالليل حاول تتجنب تقديم العلف ممكن نقدم الايش عادي بالليل لكن العلف يقدم صباحا فقط لانه بيرفع درجة الحرارة يعني بعد ما ترش الارض كده بالمية احنا عارفين في الصيف بنرش مرة واحدة صباحا بعد ما ترش الارض بالمية تتحط ليهم العلف انسى العلف بقى وحاول تقلل كمية العلف حاول تقلل كمية العلف عادي عن 60 جرام كمان مش ضروري تقدم ليهم 60 جرام كاملة ممكن تقدم ليهم اقل 40 50 30 حتى مش هيأثر قوي على الانتاج لكن الاجهاد الحراري هو اللي هيأثر على الانتاج بشكل كبير جدا فنتجنب الاجهاد الحراري اخر طريقة معانا وهي استخدام الاعشاب ودي طريقة وقائية وعلاجية ومهمة جدا وهي اهم طريقة فيهم لو هنرتبهم يعني والاعشاب زي ايه زي الكركديه او العرقسوس الاتنين دول اكتر الاعشاب اللي ممكن يأثروا على درجة حرارة الطائر بالاجاب يعني يخلوا درجة الحرارة تنخفض عند الطيور ونحافظ عليهم من الاجهاد الحراري بناخد كمية قليلة كده العرقسوس مثلا ممكن ناخد 10 جرام ننقعهم في اللتر زي ما هم كده يعني لمدة ساعة مثلا النقع ده بيخليهم يعني توصلهم الفايدة بتاعة العرقسوس عايز تنقعه من اليوم اللي قبله او تغليه من اليوم اللي قبله براحتك يعني انت وقدرتك انما انت مش محتاج اكتر من انك تنقعه شوية والكركديه ده برضو ممكن تغليه افضل طبعا الكركديه بيتغلي افضل من النقع وبعد كده تاخد الخلاصة بتاعته بتاعت العشرة جرام مسلا وتحطهم على لتر مية برضو ده هيكون مفيد جدا لدرجات الحرارة بتاعتهم وحاجات كتير طبعا زي الخضروات واللمون والبطيخ واشر بطيخ واشر الشمام الشاهد كل حاجات دي برضو بترتب على جسم الطائر دول تلت طرق تلت طرق المية دايما في الضلة والعلف لا يقدم صباحا والعشاب زي الكركديه والعسوس لو ركزنا على التلاتة دول بنسبة كبيرة جدا الطور بتاعتنا مش هتتصاب باي اجهات حراري طوال فترة الحر او طوال فترة الصف وده كان الفيديو بتاع النهاردة ما تنساش قبل ما تمشي تعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان توصل لك كل الفيديوهات الجديدة اول باول عن طريق اشحارات مباشريك من اليوتيوب ونشوفك على الف خير في حلقات جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة